قتل 12 شخصاً وأصيب العشرات بقصف الروسي على محافظة إدلب شمال سوريا أعقل ناشطون إن القصف استهدف سوقاً للمحروقات ببلدة أبو الظهور ما تسبب بدمار كبير في البنى التحتية للسوق كما قصفت الطائرات الروسية بلدة أورم الكبرى وبلدة خان العسل كما قصف النظام مدينة دير حافر في محافظة حلب شمال سوريا وفي مواصلته خرق الهدنة قصف النظام مدينة الزبدان بريف دمشق وبلدة الطيحة بالقنيطرة ومدينة اللطامنة في حمهات